لطالما كررت الدعاية الحوثية أن العمليات العسكرية التي تقودها السعودية وحلفاؤها موجهة ضد الزيذية سعي فسره مراقبون بكونه محاولة لاستثارة المشاعر المذهبية وقبل ستة أعوام قام الحوثي وأنصاره بالمحاولة ذاتها حين تصدت القوات السعودية لتعدياته على الحدود اليمنية السعودية الدعاية الحوثية ذاتها عادت مع بداية عاصفة الحزم ووفق التقديرات الأولية لم تحقق ما تصب إليه لخلط الأوراق وجعل المواجهة سنية زيدية فعاصفة الحزم شدد مطلقها على عدم طائفيتها وزادوا بأنها تستهدف الخارجين على القانون ومنهم الحوثيون والقاعدة وداعش كبار علماء الطائفة الزيدية أصدروا بيانا في عام 2004 أوضحوا فيه تعارض أفكار حسين بدر الدين الحوثي مع أفكار المذهب الزيدي وأوضح العلماء في بيانهم الذي وجهوه إلى أبناء الطائفة الزيدية الأفكار المتطرفة التي تضمنتها الملازم التي تنتشر بين أتباع الحوثي مبجلة الخمينية الإيرانية ومنضوية بالكامل تحت مشروعها الثوري كبار علماء الزيدية اتهموا الحوثي بالضلال مثل هذه المحاضرة للشيخ أحمد عبد الرزاق الرقيحي وهو أحد كبار علماء الزيدية أن كبار علماءنا يصدروا بيانا فندوا آراءه وما يقوله علماء الزيدية شددوا على وجود خلاف فكري وعقائدي واسع مع الحركة الحوثية في الوقت الذي تعتبر فيه الحوثية جماعة متشددة تتبنى الأفكار المذهبية الأكثر تطرفا وتنضوي تحت المشروع الإيراني التثويري أما المذهب الزيدي فيعد أحد أكبر المذاهب القريبة من الشيعة وقريبة من السنة كذلك والتي عرفت بالاعتدال والانفتاح الفكري